كيف يمكن تفسير ما يمكن وصفه بتأني واشنطن في الرد على الهجمات التي تتلقاها ضد قواعدها بنهاية المطاف في العراق تحية لك أستاذ علاء وشكرا جزيلا على الاستضافة حقيقة أستاذ علاء أصبح الوضع العراقي اليوم مضع مزري لأنه هناك ضغوطات أمريكية وهناك ضغوطات سياسية وهناك ضغوطات انتخابية وفي وسط كل هذه الدوامة المواطن العراقي الذي لا يعرف أين يذهب وأين يتجه وماذا يصنع التحذيرات الأمريكية أخي إلى الحكومة العراقية ما جدت اعتباطا سبق وأن حذرتهم أكثر من كذا مرة وقلوا لهم أنتم عليكم أن نضبطون عمل الفصائل المسلحة هذه الفصائل إن كانت ضمن الحج الشعبي والحج الشعبي هو ضمن مسؤولية القائد العام للقوات المسلحة فإذا هو داخل ضمن قانون القوات المسلحة وإن كانت هي خارجية فعليكم ضبط إيقاحهم نعرف كل الزيان أن هذه الفصائل هي من تقوم بضرب المصالح الأمريكية وبالفترة الأخيرة قبل أيام من معدودة قامت هذه الفصائل بضرب بالسفارة الأمريكية ولو لم تكن الضربة مؤثرة وهي عبارة عن استشعار وإثبات وجود فقط فلذلك اليوم تشوف الأمور كلها متشابكة مع بعض